موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدل جديد تفجر بسبب الانتاجات الرمضانية المعروضة على القنوات التلفزية الرسمية وتحول إلى قضية رأي عام ويتعلق الأمر بمسلسل المكتوب الذي يعرض على القناة الثانية دوزيم في رمضان وتقوم ببطولته الفنانة دونيا بطازوت والتي جسد الدور الشيخة الجدل بدأ حينما نشرت داعية ياسي العماري فيديو على الانتاجرنيت هجم فيه المسلسل ووصف أبطاله بالكلاب وقال الشيخ العماري أن المسلسل يطبع مع المنكر ويدعو إلى الانحراف ولا يصور الواقع الذي يعيش فيه أغلب المغاربة رأي الشيخ سانده عدد من الأشخاص ومنهم المعتقل السابق حسن الكيتاني الذي كتب على تويتر الأخو الحبيبي ياسي العماري قال ما في قلوبنا جميعا وندق باسمنا في استنكار العبذ بشهر رمضان وذلك بإشاعة الفحشة في الذين آمنوا بنشر مسلسلات هابطة تنشو المفاهيم الفاسدة ومن أموالنا المأخوذة منا غصبا عننا عبدالقادر بالكرمة زوج الفنانة دنيا بوتزوت دخل على خط الأزمة وكتب على انستغرام بالنسبة لي مثل هؤلاء الشيخ الذين عركضون وراء التريند للسعودة على أكتاف المشاهير لا أعيرهم أي اهتمام وأضاف هذا الشيخ ترك المشاكل العويصة التي تخبط بها المغاربة مثلا الغلاء والبطالة والقزوال إلى آخره ولم يستهويه سوى الحديث عن دور في مسلسل حقق الملايين من المشاهدات ليصنع لنفسه الشهرة على حساب صناع العمل للمغاربة سيد الشيخ ليسوا بحاجة لفوقها التريند ويحكي المسلسل عن تفاصيل حياة الفنانة الشعبية بالمغرب الشيخة ونظرة المجتمع إليها في قالب درامي كوميدي وتفاصيل حول علاقات اجتماعية متداخلة ومتقاطعة